موسيقى صباح الخير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار لهذا الصباح ترقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الثالث والثلاثين للجمهورية اليمنية الثاني والعشرين من مايو كما أوفد الرئيس السيسي الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف في لسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة زار فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية المناظر الوطني الكبير اللواء ناصر منصور هادي للإطمئنان على صحته بعد إجراء عملية جراحية ناجحة من مضاعفات اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية وخلال الزيارة جدد فخامة الرئيس التهنئة للواء ناصر هادي بالحرية ولم شمله بعائلته مشيدا بالصمود الأسطوري للقائد الكبير ورفاقه المناظرين في وجه الآلة القمعية الحوثية ومؤكدا حرص الدولة على تقديم كل الرعاية والدعم للواء ناصر منصور هادي وكافة أبنائها المفرج عنهم من سجون الميليشيات كما قدد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس والحكومة بعدم ادخار أي جهد للإفراج عن باقي المحتقزين بمن فيهم المناظر محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية لواء الركن فارق سالمين البحسني وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العلي ووكيل المحافظة لشؤون الساحل والهضب الدكتور سعيد العمودي وإطلع عضو المجلس الرئاسي البحسني من وكيلي حضرموت على مستوى الخدمات بالمحافظة والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتحسين مستوى الخدمات خصوصا خدمة الكهرباء التي يزدد الطلب عليها أثناء فصل الصيف من كل عام واحث البحسني على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء المحافظة من خدمات وأمن واستقرار ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية واستعرض مستوى تنفيذ القرارات التي تخص عددا من الملفات والقضايا ومتابعة تنفيذ أولويات برنامج الإصلاحات الحكومية وقدم رئيس الوزراء إيجازا شاملا لأعضاء المجلس حول التطورات المسجدة على الساحة الوطنية والتقارير المرفوعة من الوزراء كما تطرق إلى نتائج اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدي لدى بلادنا في زيارتهم مؤخرا إلى عدن والمواقف الأوروبية الداعمة للحل السياسي وإسناد جهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في مواجهة التحديات الاستثنائية بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة اليوم مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة تعزيز الشراكة بين اليمن والمكتب لمواجهة التحديات الراهنة ودعم سيادة القانون والسبول تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات الدعم الذي تقدمه المنظمة لليمن وفي اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا استعرض الوزير ما تم إنجازه من قبل الوزارة بتشكيل لجنة التوعية بسيادة القانون ولجنة مراجعة الإطار القانوني والتشريعي لمكافحة الإرهاب والمساعدة في بناء القدرات لأعضاء النيابة والقضاة من جانبها أكدت مديرة مكتب الأم الأمم المتحدة استعداد المنظمة تقديم الدعم اللازم لليمن في إطار بناء المؤسسات القانونية وحشد المواد من المانحين لذلك بالتعاون مع وزارة العدل والبعثة الدائمة لليمن في المنظمة قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن أتأكيد الحكومة الصينية عبر القائم بالأعمال في سفارتها لدى بلادنا أن لا علاقة لها بما أشيع من خبر حول توقيع مذكرة التفاهم بين ميليشيا الحوثي وشركة أنتون النفطية للاستثمار في اليمن وإعلان الشركة في بيان رسمي إلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها في 17 بايو وإقرارها بوقوعها ضحية التضليل يمثل صفعة مدوية للميليشيات وأوضح الإرياني أن الميليشيات الحوثية تحاول عبر مثل هذه الأكاذيب صناعة انتصارات وهمية لتضليل عناصرها وإهامهم أنها باتت سلطة أمر واقع في المناطق الخاضعة لسيطرتها وبمقدورها إبرام اتفاقات وتوقيع تفاهمات وأهاب الإرياني بالشركات العالمية عدم الوقوع ضحية للتضليل الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية محذرا من أي نوع من التعامل معها وضع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت صالح عبود العمقي حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مركز إنزال الشحر السمكي وإطلع الوزير السقطري على مراحل المشروع مؤكدا بأنه سوف يساهم في تحسين جودة المنتجات السمكية كما قام وزير الزراعة والري والثروة السمكية ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بحضر موت بزيارة مصنع المكلة لتعليم الأسماك وتفقد سير العملية الإنتاجية اليومية بأقسام المصنع أكد مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة سفير عبدالله السعدي على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف خروقاتها ونهبها لمقدرات الشعب اليمني واستهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية والالتزام بالتهدئة والانخراط بنية صادقة مع جهود المبعوث الأممي والجهود الوساطة السعودية والعمانية للتوصل إلى حل عادل ومستدام للأزمة اليمنية وفي بيان الجمهورية اليمنية في جلسة النقاش المفتوحة بمجلس الأمن الدولي بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وضمان أمن وكرامة المدنيين في النزاعات ومعالجة انعدام الأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية أشار إلى أن جرائم وانتهاكات الميليشيات تهدد العملية السلمية وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين وتفاقم من الوضع الإنساني مشددا على ضرورة تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط كما أكد على ضرورة أن يكون للدعم الإنساني دورا بارزا في الاستقرار الاقتصادي يوما سعيدا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة